بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة جريد 6 تعالوا نكمل كلامنا ونعرف أكتر عن الهيت لما بيحصل لها ترانسفير يترى بيحصل لها الترانسفير ده ازاي وإيه كمان بيتغير معي بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعالوا زر الجرس ولايك وشير وكومنت على الفيديو وطبعا تنضموا رينا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام يلا نبدأ سوا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وفهمنا ان الهيت بتعمل ترانسفير ثرو ثري ويد واحدة اسمها كوندكشن دي بتاعت السولد واحدة اسمها كوندفكشن وكنا بنعمل حرف الفي بأدينا كده ونقول ده عليك وده وجاز والثالثة اسمها راديشن ودي مع الجاز ومع الاسبيس عرفنا كمان ان عندي حاجة اسمها ثيربال كوندكتور وحاجة اسمها ثيرمال انسيوليتر واتفقنا ان الثيرمال كوندكتور دي اللاو الهيت توفلو ثرو والثيرمال انسيوليتر مش اللي دونتا اللاو دي كانت بتعمل ريزيست او سلو داون الترانسفير بتاع الهيت يعني الهيت حتفضل تتنقل برضو لكن بريت اقل بكتير عن الثيرمال كوندكتور طيب دا بقى يوصلنا لحدوتة النهاردة احنا لما نيجي نبص على البوت اللي ماما هتعمل فيه كوكينج سواء بقى كانت حلة كانت طاصة كانت كنكت شاي حتى مش فرقة المهم ان هي البوت هنحطه على النار اكيد ليه هندل هندل دي ممكن تبقى اتنين هندل كده ممكن تبقى هندل طويلة كده اهو دا اللي حنتكلم عنه النهاردة حنتكلم ازاي البوت دي نفسها عملناها من ثيرمال كوندكتور عملناها من ميتال ممكن يبقى اسمه ألمانيوم ممكن يبقى اسمه آير ممكن يبقى اسمه ستيل لكن الهندل دي ما عملناهاش من نفس الم ribs الهندل دي عملناها من Thermal Insulator بتاعنا ممكن يبقى اسمه الود وممكن يبقى اسمه البلاستيك وطبعا لما يجي أعمل touch للبود دي وهي على النار وماما وهي بتشيل الحلة دي من على النار أكيد مش بتشيلها من البادي بتاع الحلة نفسي دي بتشيلها من الhandles بتاعة البود دي لأن ده more safe إن أنا أتتش الhandles during cooking أحسن طبعا بكتير من أنا أعمل touch للبود نفسها لأن دي thermal conduct أخوة إحنا حدوتتنا النهاردة وحنتكلم بقى في فكرة الhandles دي إيه الفرق ده ما تبقى الhandles دي سواء نانا أو تبقى هندل طويل أوي كده الفرق لو هي wood أو هي بلاستيك مين الأحسن ويا تارى فيه فرق فعلا ولا لا علشان نكتشف الموضوع ده هنعمل activities وغننا قالك بص يا سيد إحنا هنأعمل place the three temperature measuring device هحط ثلاثة device علشان إيه temperature along the handle of boot يعني حيجي على إيد البان كده أو إيد البود كده إيد الطاصة كده مثلا وقيسة ثلاثة temperature مرة هنا قرب البان على طول ومرة في الميدل ومرة على الطرف خاص هقيسة temperature هنا أشوف هل فعلا فيه فرق بين temperature near البان وفي الميدل وفي ال end of handle هل فعلا حقيقي الفرق ده باين قوي للدرجة دي ولا لا كمان حنشوف الحدوتة دي علشان نعرف length بتاع ال handle ده هل فعلا مهم يعني فكرة إن ماما تختار البان كده وتختار البان لل handle بتاعتها كبيرة أو ال handle بتاعتها طويلة هل ده يفرق كمان هل البان دي ال handle بتاعتها من الود أحسن ولا من البلاستيك أحسن ده اللي حنفهمه النهاردة قالك في أول activity إحنا حنجيب band مقاسها مقاس 80 وال handle بتاعتها معمولة من البلاستيك وهنحطها على الليستوف بتاعنا وابدأ إيسة ثلاثة temperature زي ما اتفقنا ونعمل ال table ده المتر دي من إيه دي كانت بلاستيك ال handle بتاعتنا طولها كام طولها 18 سنتيمتر ده طول ال handle دي أهي وحسخن قد إيه حسخن 10 minutes الحاجات دي أهي سبت طيب نيجي بقى نييسة temperature مرة near the band بعد 10 minutes ما يعده ومرة في middle ومرة في ال end لقينا near the band temperature عالية جدا 50 4 في المدل أقل بكتير قوي وفي ال end of handle أقل واحدة خالص 23 بس خدت بالك من حاجة خدت بالك إن الفرق هنا كبير قوي لكن الفرق هنا مش الواقو ده حقيقي فعلا وده اللي كنا بنقوله إن هي حتعمل conduct للهيت فعلا لكن حتعمل لها slow down للconductivity حتresist الconductivity دي الهيت آه حتتنقل بس مش بنفس القوة لو أنا بتكلم على إن ال handle دي مثلا معمولة من ال iron أو معمولة من ال steel طيب ده لو إحنا ال band بتاعتنا جبنا ال handle بتاعها طولها 80 سنتيمتر يعني تقريبا طول المسطرة بتاعتك السغنانة دي أزية 3 سنتيمتر طب لو أنا جبتها بقى ال band بتاعتي دي ال handle بتاعتها كبيرة خالص جبت ال band بتاعتي ال handle بتاعتها 36 سنتيمتر ده دبل تقريبا وبص كده وحنعمل نفس الكلام برد إيه دي plastic 36 ده length بتاع ال handle خلناها بردو 10 من لقينا جنب ال band 54 قال لا ده نفس الرقم يميس طيب في الميدل 24 قريب بردو مش بعيد الفرق مش خرافي يعني هنا 23 هنا 22 طيب يعني ال handle أهي لما طولناها شوية فرق معنا في temperature لكن ما فرقش الفرق الرهيب أو الفرق الخرافي temperature أبعد حاجة هنا كانت 23 أبعد حاجة هنا 22 طب يا ترى لو جبنا بدل بلاستيك دي جبناها وود يا ترى الفكرة هتبقى عاملة زي يعني إيه أحسن كده الود ولا البلاستيك هما الاتنين انسيوليترا هون بس مين أفضل فحدوتة ال slow down ده ده اللي حنشوفه لما نعيد ال experiment كمان مرة بس ال handle بتاعتنا معمولة من الود قادي اهي ال handle من الود وقادي ال handle بتاعتنا على آخر طول استخدمناه 36 سنتيمتر يعني handle طويلة اهي وبردو عملنا heat ل 10 minute نفس ال time اهو بص هنا جنب البان 60 قبا دي عالية اه احنا المررتين اللي فاتوا كانت 54 ده دلوقتي بقت 60 يعني طلع لحد دلوقتي ان البلاستيك بيعمل slow down ل thermal energy اكتر من الود طيب في النص هناك لو تفتكر كان مرة 23 ومرة 24 هنا اكتر شوية 25 هناك كانت مرة 22 ومرة 23 هنا ازيت شوية برضو هنا 24 برضو زي ما بنقول الفرق مش كبير قوي الفرق قليل لكن بشكل عام انا كل ما ببعد عن البان temperature بتاعتي بتقل وكل ما قربت من البان temperature زادت يعني الهندل بقت warmer اكتر near البان وcolor اكتر بعيدة عن البان فهمنا كمان ان الود الهندل دي بتعمل warm up faster than the plastic handle بعد 10 minutes هنا بقت 60 هناك كنت بس 54 فدي اكد لنا الحدوتة دي تعالوا كده نشوف من الexperiment دي احنا فهمنا اي فهمنا ان المادر متاع temperature differ من place للتاني along the handle طبعا ان جنب البان على طول كان برقم وفي الميدل وفي الاند وكل واحدة فيهم برقم ان الهندل كانت warmer طول مانا closer للبان وكولر كل ما انا away from the band ليه؟ علشان الهيد تترافل very slow علشان من الثيرمل انسيولاتر دي بتعمل slow down اللي ماشي جوه فهمنا كمان ان الود الهندل بتعمل warm up faster than the plus يعني دلوقتي علشان كده ماما وهي بتيجي تختار البان بتاعتها لقيها بتختار اللي ايديها بلاس مش اللي ايديها خش عشان ماما طبعا شطورة وفهمة الكلام ده كوي طيب نتكلم كمان في نقطة تانية وفكرة الهيد والconservation احنا كل سنة نرميلك كلمة conservation دي ونتكلم عنها شوي يعني ايه conservation يعني save يعني الحدوتة عندنا في الساينس يا شباب واجه عام وربنا مش خلقها عبثا جدا يعني كل حاجة مخلوقة بالزبط كل حاجة مخلوقة بالتمام ربنا خلق الانرجي بيحصلها conservation يعني زي ما كنا بنقول كده في جريت فور مفيش حاجة اسمها كان عندك energy وخلصت مبقاتش موجودة انت كبيرك كده تقدر تعمل change أو transfer للإنرجي من شكل لشكل من kinetic من light من electric لsound لكن في الآخر مفيش حاجة اسمها كان عندك energy وخلصت كنا بنسمي الحدوتة دي conservation نفس الفكرة اي مدر في الدنيا لو عملنا change للإستيت بتاعتها من شكل لشكل سواء ان انا عمل لها فتتحول مثلا من solid لليكود او من ليكود لجاز او حتى عملتلها lose لثيرمل يعني عملتلها من جاز لليكود او حتى من ليكود لسولد في كل الحالات دي الماس بتاعتك تزن تشير يعني يعني شوية المية اللي عندك دول لو حطناهم على البلانس وطلعوا مثلا 100 فانا لو سيحتهم وبقوا ووتر حيبقوا 100 لو حطتهم في الفريزر وبقوا ايس حيبقوا 100 لو عملتلهم على شكل فيبر حتى حيبقوا 100 او في شكل الفيبر مش هتعرف هتقولي ازاي حقيس الماس بتاعتها بس يعني هنعرف كمان شوية ان حتى لو انت مش قادر تقيسه ده مش معناه ان انت موجود زي ما انت مش شايف ربنا بس ده طبعا مش معناه ان ربنا مش موجود في حاجات يا شباب او ممكن ما نقدرش نشوفها لكن احنا شايفين الافكت بتاعها ممكن مش قادرين نشوفها حقيقي لكن تأثرها موجود لان هي في الحقيقة موجود كلام اللي احنا بنتكلم عليه ده اسمه معناه ايه معناها ان الماس of substance doesn't change when substance change من state لاندر يعني no matter destroyed or created كل اللي تقدر تعمله ان انت تخليها بدل ما هي شكلها ice cube اهي يعني solid خليتها liquid اسلي بقى كده على البلانس قبل ما يحصل لها melting وبعد ما حصل لها melting هتلاقي نفس الرقم الماس of ice before heating equal للماس of water after heating ده كل اللي عملته ان انت غيرتلي اللي state بتاعتها لكن هي هي نفس كمية الحاجة هي هي نفس الماس اللي موجود قبل الهيتنج نفسها بعد الهيتنج ده يأكدلي على فكرة conservation of mass اللي بنتكلم عليها طبعا ممكن ما نعملش melting ممكن نعمل لها freezing يعني هجيب plastic cup فيه juice مثلا او فيه هوتر واجيب الماس بتاعته وبعد كده احطه في الفريزر اهو يحصل له freeze هلاقي ايه يا ميسي هلاقي الماس قبل ما تدخل قبل ما يحصل لها freezing نفس الماس بعد ما حصل لها freezing الماس برضو doesn't change وده اللي بنأكد عليه تم بس خلي بالك بنقول there are some cases الماس before اللي change مش equal ليه الماس after that change ايه يا ميسي short وتقيس كده بعد ما عملت في short تلاقي الماس ما بقتش 100 الماس بقت 97 grams طب و3 grams دول راحوا فين 3 grams دول هما في الحقيقة ما حصل لهمش lose بشكل lose لكن الماس بتاعتك قلت لان الووتر طلعت برا لحدودها هي الووتر ثابتك ومشيت الووتر ثابت كانت محسوبة هنا تبع 100 gram هي ثابت 100 gram دي وحصل لها evaporation ها ما تبقاش غير البوبكورن بست ب 97 gram بست يبقى lose of math ده حصل نتيجة evaporation of water during cooking لكن لو انا عندي طريقة وقدر اجيب بيها شوية الووتر دول لما حصل لهم evaporation واحسب الماس بتاعتها هتلاقي نفس الرقم برضو مضايش يفكرك تاني if any liquid substance change للجاز استيت الماس بتاعته doesn't change after evaporation هو كل اللي حصل ان احنا مش شايفينه فحالة الجاز استيت مش عارف احسب الماس بتاعته لكن ده مش معناه ان الماس بتاعته اتغيرت هي كده كده الماس بتاعته equal الماس بتاعته قبل ما يعمل اللي تشينج الفكرة كلها انه بعد عني ان انا ما بقيتش شايفه ان انا مش عارف فاحسبه لكن انا متأكدة انه قبل ما كان موجود ويحصله اللي تشينج نفس الماس بالضبط بعد ما حصلها اللي تشينج بنشوفها ساعات لوس في الماس زي ما شفناها في حدوتة البوبكورن اللي حكيناها من شوية لكن ده مش لحاجة غير ان شوية الليكود دول خرجوا برا فكرة انه هما ليكود وتحولوا لجاز اللي انا مش قادرة احسب الماس بتاعته بكده حبيبي يكون لسون فور خلص اتمنى يكون بقى اسهل وابسط زيك لو كويس واتبنالكم كل التوفي اشتركوا في القناة